اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعم ولا وهو يدافعه الأخبثان فإذا صلى الإنسان مع مدافعة الخبث البول أو الغائط فقد عصر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا صلاة له في هذه الحال وعليه أن يتخلى أي أن يبول أو يتغوط ثم إن وجد الماء وقدر على استعماله بضرر نعم إن وجد الماء وقدر على استعماله بلا ضرر فليفعل وإن لم يجد الماء أو كان يخاف الضرر باستعماله فالأمر واصع لله الحمد فليتيمم وصلاته بتيمم بدون مدافعة البول أو الغائط خير من صلاته بوضوء يكون فيه مدافعا للبول والغائط وليستحضر إذا دعته نفسه إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين ليستحضر قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين فإذا استحضر هذا فإنه لن يذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين نعم أحسن الله إليكم وبرك فيكم فضيلة الشيخ